هكذا تستعد الأسر في بنجلادش للاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك والذي سيحل لحد عيد الفطر يمثل نهاية شهر كامل من الصيام بالنسبة للمسلمين كما يعد فرصة لشراء الملابس الجديدة والتظاور والتسامح بين الأهل والقارب من جهة أخرى تم استطلع هلال شوال ليلة الجمعة لتحدد أول أيام عيد الفطر الذي سيحل الأحد في معظم الدول العربية والإسلامية سكان باكستان وبعد شهر كامل من الصيام يستعدون للاحتفال بعيد الفطر المبارك عيد يعتبره الكثيرون فرصة لتسوق في مختلف أسواق إسلام مبادئ لشراء الملابس التقليدية واقتناء مالذ وطاب من المأكلات والحلويات لكن أكثر ما يقلق العائلات الباكستانية هو ارتفاع الأسعار كما تقول هذه المرأة نحن مضطرين لشراء واقتناء بعض الحاشيات والملابس للاحتفاء بعيد الفطر المبارك هذه منطقة تنسية حية والأسعار هنا مرتفعة جدا الكثير من الأوسري تأتي لهنا لاقتناء حاجيتها العائلات الباكستانية تقبل على الأسواق للاحتفاء بالعيد وإدخال الفرحة في قلوب الأطفال الصغار احتفالات قد تنسي الباكستانيين أسوأ ركود اقتصادي تعيشه البلد منذ الاستقلال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا